من الهروق بين الحمد والشكر أن الشكر لا يكون إلا على النعمة الواصلة إلى الشاكر ولا يكون شكرا على نعمة واصلة إلى غير الشاكر فمثلا بالنسبة للبشر تقول أشكر فلانا على إحسانه ولا تقول أشكر فلانا على مساعدته لأخي أو على معاونته لصديقي لأن الشكر لا يتعدى إلا إلى الواصلة إليه النعمة أما الحمد فهو عام تحمد إلى النعمة الواصلة إليك أو إلى الواصلة إلى غيرك تحمد الشخص على إحسانه وتحمده على إحسانه لأخيك وبالنسبة لله تعالى تشكر الله على نعمته التي أسلاها إليك ولكن لا تشكره على النعمة التي وصلت إلى غيرك أما الحمد فتقول أحمدك يا الله مثلا على نجاحي وأحمدك يا الله على نجاح صديقي بل الحمد أعم من ذلك فتقول أحمدك يا الله سواء عطيتني أم لم تعطني فأنت جدير بالحمد مصدقا هذا فرق بين الحمد والشكر الفرق الثاني أن الشكر يكون على الإحسان والنعمة الواصلة إلى الشاكر كما قلنا ولا يكون على الصفات الذاتية للمشكر أشكرك على إحسانك أشكرك على مساعدتك لكن لا تقول أشكرك على شجاعتك لأن الشجاعة صفة ذاتية أو أشكرك على علمك أو أشكرك على قدرتك أما الحمد فيكون على الأفعال وعلى الصفات الذاتية تحمد الشخص على إحسانه وتحمده أيضا على صفاته الذاتية على مرؤته على شجاعته على إنسانيته فهو بذلك أعم من الشكر وبالنسبة لله تعالى تحمد الله على إحسانه وإنعانه إليك وتحمده على صفاته أيضا أحمد الله على علمه أحمد الله على سمعه أحمد الله على خلقه أحمد الله على بصره وهكذا من الفروق بين الحمد والشكر أيضا أن الحمد لا يكون إلا باللسان وأما الشكر فيكون باللسان وبالعمل وبالقلب ولكن إذا قلنا الشكر يكون باللسان فقط فلا نعني بذلك التلفظة بالكلمات لأن اللسان غير مستقل بذاته هو يعبر عن الأفكار التي تقتلجه في الدهن وعن المشاعر التي يجيش به الصدر فلا بد عندما نقول باللسان نعني ارتباطه بالقلب لأن اللسان هو عبارة عن أداه أو وسيلة ولكن المقصود ما يترجم عنه اللسان ما يعبر عنه اللسان فاللسان هو واسطة لتبليغ ما في الذهن والفكر والقلب يترجبها الأفكار إلى كلماته ولذلك لابد من هذا القيد لأنه يقولون أن الحمد يكون باللسان فقط لا لابد باللسان لأن اللسان مجرد أداه ولذلك فكلام الشخص النائم لا يعتد به لأنه على غير وعي وغير صادر عن إذراك وإرادة أو صوت الذي يهذي نتيجة لتأثير الحمى عليه أيضا لا يؤاخذ به أو الكلام تحت الضغط والإكراه لا يعتد به في القضاء لأنه غير صادر عن إرادة وعن وعي فلابد من هذا البيان وهو عندما نقول أن الحمد يكون باللسان فقط لابد أن ندرك هذه العلاقة بين اللسان وبين الفكر والذهن وبين القلب وإلا لا يكون لللسان أي قيمة ولهذا كذا الإنسان مسؤولا عن كلامه هل هو مسؤول عن الكلمات المجرد التي يقولها لا هو مجرد عما يعبر عنه لسانه من عقيدة أو من اعتراف أو من إنكار أو من إجاب أو من سليم هو في الواقع يكون مسؤولا ومحاسبا على ما في ذهنه وعلى ما في قلبه وما اللسان إلا أذات التعبير والترجمة فقط أما الشكر يكون باللسان أما الحمد الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل يكون الشكر باللسان ثناء واعترافا بالجميل والفضل فبنسبة للشخص الذي أحسن إليك تشكره لأنه أزى إليك معروفا وتثني عليه وبالنسبة لله تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتعترف بفضه ونعمته التي أنت غادق فيها وبالنسبة للقلب أن يكون الشكر عبارة عن الخشوع والخضوع والإيمان العبيق بالله سبحانه وتعالى ويكون الشكر عملا كما قال تعالى اعمل آل داود شكرا يكون بتسخير الجوارح في طاعة الله تعالى عندما تسخر جوارحك وكل أعضائك في مرضات الله بأن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه فأنت بذلك قد شكرت وأديت شكرا هذه جوارح لله تعالى من هذا الاستعرام نرى أن الشكرا أعم من الحمل من حيث الأنواع من حيث الأسباب لأنه لأنه يتعلق باللسان والقلب والعمل والحمد أعم من حيث التعلق لأنه يتعلق بالنعمة الواصلة إلى الحمل وإلى غيره وأيضاً وأيضاً يشمل الحمد على الأفعال وعلى الصفات الزهتية فإذاً الشكر أعم من الحمد من جهة والحمد أعم من الشكر من جهة أخرى وهما متكاملان يؤدي كل واحد منهما إلى الآخر أيضاً هناك فرق بين الشكر وبين المدح المدح والشكر عفواً المدح والحمد يتفقان فيما يسمى الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق الكبير الاشتقاق الكبير أن لفظين يتفقان في حروف نفسها ولكن يختلفان في ترتيب الحروف بين الحمد والمدح الشخاق كبير لماذا؟ لأن الحمد حاوى مين ودال والمدح نفس الأحرف مين ودال وحا الاختلاف في الترتيب جيز جبذا وجذب جبذا وجاذب بمعنى واحد وأحرف نفسها ثلاثة ولكن الاختلاف في ترتيبها فهذا يسمى الاشتقاق الكبير وبينهما فرق الحمد لا يقول لا يقول دقيقة لا تقدم ولا تؤخر مضموطة في التوقيت وتحمد الآلة لأنها سريعة في إنجازها ولكن لا يصح أن تحمد الساعة أو تحمد الآلة هذا فرق بينهم المدح يكون قبل الإنعام وبعد الإنعام تقول أمدح فلانا لأنه أعطاني وتقول أمدح فلانا لأنه سيعطيني فيصلح المدح قبل الإنعام وبعده أما الحمد فلا يكون إلا بعد الإحسان والإنعام لا يكون قبل هذا فرق ثاني الحمد يكون مع محبة المحمود وتعظيم وإجلاله كما بحثنا في الدرس الماضي عندما تحمد شخصا وتحمد الله تعالى أن يكون الحمد مصحوبا بمحبتك للمحمود وإجلاله وتقديره واحترامه أما المدح فعام قد تمدح شخصا وأنت لا تكن له احتراما ولا تقديرا ولا محبة وهذا وهذا لا يكون مدح المدح الحمد لا يكون حمدا الحمد مشروط فيه أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم للمحمود المدح عام أيضا أيضا ترك آخر الحمد لا يكون إلا في خير وعلى خير كما قدمنا ولا يكون إلا صدقا لا تحمد شخصا وأن تكاذب في حمدك هذا لا يقال له حمد أما المدح فكثيرا ما يكون كذبان وتزلفان وتقربا إلى الممدوح ولذلك اللي جاء في الحديث عن المقدار بن عمر رد الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المدحين التراب معنا نرب في وجوه بالتراب وهو كناية عن نبذهم وتركهم واحتقارهم لماذا لأن مع الأسف وخاصة في العهد العهود القديمة أن أكثر المدح كان تزلفا ونفاقا بحيث المدح يضفع للممدوح ما ليس فيه بالصفات يجعله يجعله ذكيا وهو بليد ويجعله عالمان وهو جاهل ويجعله أكبر السياسيين وهو لا يعلم في سياسي شيئا كلها للتقرب وللمنفع المادية وهذا كان شأن المدح بصورة عامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة